إذن النيابة العامة صدر الساعة 12 يوم واحد سبعة عشرين واحد وعشرين يوم واحد سبعة لمدة ثلاثة أيام طيب يبقى بينتهوا إمتى ثلاثة أيام دون الله يفتع عليك يا شيخ بنحسب المدة وحساب المدة حساب المدة طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات تحسب من اليوم التالي لسدود الإجراء الإجراء صدر إمتى يوم واحد بنحسب المدة من إمتى من يوم اتنين يبقى اتنين تلاتة أربعة يبقى بينتهي الإذن مدة الإذن بتنتهي الساعة 12 يوم أربعة سبعة عشرين واحد وعشرين وضحت لأن بعض الزملاء كان يجي يسألوني في جزية دي يقولي مش إذن النيابة لو صدر يوم واحد يبقى تلات أيام واحد اتنين تلاتة ينقضي أقوله أنت حسبت اليوم اللي هو بيصدر فيه إذن النيابة للعامة إزاي القواعد العامة بتقولي في حساب المدة إيه تحسب المدة من اليوم التالي لسدود الإجراء هو صدر يوم واحد يبقى تحسب اتنين تلاتة أربعة لأنك لو حسبته من يوم واحد أسقط يوم هنا طيب عاوز تسمحوني حدخل معاك جوه ولو إني أنا مش كثير إن أنا أدخل جوه قوي كده طيب ظابت مباحث خاد الإذن ورح ينفزه فما لقاش الراجل المصدر السر قال له يا باشا ما تجيش عشان ابن الراجل عمل حدثة وهو معاه في المستشفى مش موجود في البيت قال له طب و بعدين بعد ما خد الإذن قال له خلي حضرتك أول ما يجي البيت هقول لك عشان المخدرات في البيت جي تاني يوم و تالت يوم رح متصب المصدر قال له جاه قال له لا لسا ما جالش باشا طب يعملي الظابط هنا هنا خلوا بالك اللي بقوله لك ده انتوا حتبقوا المتفردين به قال له طب نعمل ايه هنا قد الظابط قدامه أحد أمرين يا يسيب الإذن يعد عليه اليوم الرابع ويسقط ويبقى يعمل إذن جديد بس لازم له تحريات جديد عشان نعمل تحريات جديد إذن جديد لابد من ايه من تحريات جديدة صادرة على صدور سابقة على صدور الإذن أو أنه فات يومين دلوقتي وخايف أحسن يسخد الإذن يروح للسيد وقيل النيابة بمذكرة ويطلب منه مد فترة الإذن خلوا بالكم الكلام اللي أنا بقوله يقول السيد رئيس النيابة المحترم لقد صدر لنا الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسج المتحرع عنه فلان الفلاني يوم واحد سبعة عشرين واحد وعشرين الساعة اتناشر دور ونظر لظهور عرقلة مادية وقفت حائلاً لتنفيذ الإذن لذلك أنا بلتمس خوفاً من سقوط الإذن أنا بنتز بلتمس من حضراتكم مد فترة الإذن لمدة المماثلة تبدأ من ساعة وتاريخ نهاية الإذن السابق مش الإذن السابق هينتهي يوم الساعة اتناشر يوم اربعة يوم اربعة سبعة فين وعشرين عشرين واحد وعشرين يبقى هو من الساعة واحدة يبدأ الإذن التانية وضحت جزية دي أنا لينا فقه جنائي متعمق أوجي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة